قام صبيحة اليوم رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر حاج رجم بزيارة تفقدية لملعب الشهيد علي عمار المدعو علي لابواند بلدوير وهذا للوقوف على آخر الاستعدادات قبل مواجهة الإياب أمام النادي المنستيري التي ستقام في قلعتنا الجديدة ووقف أعضاء الإدارة على جاهزية الملعب من كافة النواحي من أجل ضمان وضع تشكيلة العميد في أفضل الظروف وضمان أريحية الأنصار وكل الحاضرين بداية من مواجهة يوم السبت القادم هذا ويتقدم الرئيس حاج رجم بجزيل الشكر لكل القائمين على الملعب الذي يعتبر مكسبا هاما للنادي وللرياضة الجزائرية بشكل عام شكرا على المشاهدة لا تنسوا الاشتراك في القناة شكرا على المشاهدة